اهلا فيكم حبابي برج القوس في قناتي. رح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية. القلع قامت دائما. رح تكون من البرج الشمسي والقمري والطالع. وايضا تقبل العكس. يعني اذا انت عم تتعامل مع برج القوس. ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة على طاقتك. او منطبقة على طاقتك. متل دائما طبعا خود المفيد من القراءة. خد فقط الاشياء الايجابية اللي ممكن تستفيد منها من القراءة. واترك الاشي اللي بتحسه اه ما بانطبق عليك. لانه قراءة عامة. يعني مش رح تنطبق على الجميع. فاخد منها فقط اللي بيفيدة. او ما نبلش بالقراءة رح ناخد كود توضيحية. وبعدين رح نشوف شو طاقتك. طاقت الحبيب الحالية وشو خطواته ونوايا وشو مصير العلاقة بينكم. اه بالمستقبل. عشان تفهم الوضع احسن. طيب احن بلش بطاقتك اول الحالية برج القوس. بالنسبة لطاقتك الحالية برج القوس. عم شوف انت عم تفكر بشخص معين شخص بالماضي. عم تفكر بخسارة من نوع الماء. او فيه عندك حدا بحياتك عم تعتبره توقم او رفيق درب او توقم روح. وعم بتكن اليه كتير من المشاعر. عم شوفك اوراقك تلاتة هدول اوراق مائية او اوراق عاطفية بتخص العاطفة. فانت فيه شخص بحياتك حاليا عم عم تفكر كتير فيه. وعم شوف انه فيه حدا بدك يعني ممكن مش بدك تقدمه عرض حب ولكن بدك يكون فيه من بينك وبين هالشخص علاقة. ايضا عم تحس بشوي من خيبة الامل لانه عم تحس انك عم تشتغل على العلاقة مع هالشخص. ولكن مش عم تود عليك بالنتيجة اللي بيبدك اياها بوقت سريع. عم تفكر بالجانب السلبي اكثر من الايجابي. وعم شوفك اه حزين. حزين مش ان شخص ما. في عندك شخص انت حزين مشانو. عم تفكر بالماضي. ممكن تكون عم تفكر بي اكس او عم تفكر بي علاقة. كانت بينك وبين اه الشريك ولكن لسبب ما ما نجحت العلاقة. ولكن عم نشوف طاقتك حاليا يا برج القوس. كتير عم تفكر بالشخص اللي انت عم تتعامل معه. بدنا نشوف طاقة الحبيب طاقة الشريك. الحبيب اللي عم تتعامل معه اه او ما بيحب حدا يتحكم فيه. ما بحب حدا يسيطر عليه. دائما او انت بتحس انه هو اه بيتغير بسرعة. او دائما بيتحرك بسرعة. الامور معه مش واضحة تماما. انت بتحس الامور متقلبة مع هالشخص. وما بتتحرك بالنتيجة اللي انت بدك ياها. لانه مرة بتكون الامور بينكم اه ايجابية ومنحة ومرة بتكون سلبية او بتكون الطاقة بينكم متوقفة والتفاهم بينكم اه صعب. عم شوف هو الحبيب في عقله الباطني. السبب اللي ممكن اه ما خل الامور تنجح بينكم. انه هالشخص عم شوفه اه او كتير بيتم بالعائلة. فهو عم يفكر. هو بيمطرح بحياته. عم يفكر بتكوين اسرة. لانه عنده هالشخص بده يكون اسرة. ايضا عم شوفه اه بالعقل الباطني عنده يعني شخص او عاطفيا ناضج هالشخص. ام شوف ايضا هو ما بيحب انه الامور بينكم ايضا مش واضحة. مش فقط انت ما بتحب انه الامور بينكم مش واضحة. لانه بيشوف هالشخص انه انت شوي متلاعب هون. هالشخص بيشوفك يا عقل الباطني بيشوفك اه بتخبي عليه او ما بتحكي له الصدق. في اشيه هون بيشوف بحياتك او فيك انت غير واضحة. وهالاشي ممكن يكون مخوفه من انه هو بده ارتباط والتزام اكتر من برج القوس. عم شوف برج القوس برغم انه مشاعرك كتير اه صادقة تجاه الشخص الى انه انت انت كمان ما بتحب حدا يربطك او حدا يحطك في بوكس معين او مطرح معين. وانا مشوف انه هو الهدف النهائي لهالشخص او القول تابعه انه هو بده يكون اسره. وغالبيا بده منك التزام بمعنى انه للبعض منكم برج القوس. هالشخص بده التزام بمعنى مش فقط علاقة بمعنى يعني ارتباط رسمي. اللي هو ممكن يكون خطوبة او ممكن يكون سواج. فممكن يكون اه العلاقة شوين مخبطة بينكم لانه هو بده يرتبط اسرع منك. او في وقت اسرع منك. طب نشوف شو ممكن تكون سبب المشاكل بينكم او واحد اسراب المشاكل بينكم. وكيف ممكن تفهم الوضع بينك لحتى تحله. عندك هون يعني في اه انت وهو انه طاقتكم مشتركة عم تحسوا انه انتو محطوطين في صندوق او مطرح معين انت وهو نوتكم يا. في شخص كتير عفوي منكم. وبيحب يخلي الامور تيجي اه بسهولة. او يعني متل متل ما الله بيريد. وفي شخص بيحب الامور تكون اه كتير مدروسة. او بيحب يمشي على نمط معين. فانت رح يعني انت بيختلف الوضع من شخص الاخر. بس انت رح تشوف انه مين هو الشخص اللي هو شوي عفوي اكتر بالعلاقة او ما بده التزام جدي حاليا. عم يشوف انه هو مش مستعد الى التزام جدي. وفي طرف بده التزام جدي. بده نمط معين يمشي عليه. ايضا بده يحس انه في نهاية العلاقة رح توصل لالها. لانه يعني في تكملة لاشي معين. وهو بده يشوف انه العلاقة تكون لها نهاية. ايضا في طرف منكم. مع انه اه حاول يتواصل مع الشخص الاخر بطريقة روحانية. ولكن الطرف الاخر رافض اه فكرة الحب او رافض اه يتقبل منه عرض او رافض التواصل معه. عم شوف البداية بينكم اللي كنتو بتريدوها ما نجحت. كنتو رح تبدو ببداي البعض منكم كنتو رح تبدو في بداية جديدة. او حصل في بينكم فترة اه تخاصمتوا فيها بس فعلا. كنتو بتهم تبدو بداية جديدة ولكن فشلت. لانه عم شوف انه في طرف ترك العلاقة او مش في طريق لوحده. من اجل انه يحصل على بداية جديدة بالعاطفة. وبما انو اجت بطاقتكم هاي فصار في عندكم خلل بانو تبدو العلاقة مرة اخرى. لانو في طرف اه رافض فكرة الحب لانو عم يشوف انو اه الطريق ما في انو نهاية او ما في خط واحد او ما في ارتباط من نوع اه زواج او خطوبة او ارتباط رسمي. لانو عم شوف فيه طرف بدو ارتباط وفيه طرف بدو شويه يخدوا الامور اه ببساطة او بدو يتمهل اكتر باخد الامور. طيب انو نشوف طاقتك انت في المستقبل او شو عم تفكر اه فيه. عندك فانت رح تترك شخص او رح تترك تفكير تفكير معين اه بحياتك انت عم تشوف النوم عبطل يفيدك. في ايضا عندك فطاقتك بالمستقبل طاقة كتير اه عم شوف افضل. لانو انت عم شوفك ايضا ايضا انت زعلان من هالشخص او ازا انت من جروح من هالشخص. عم شوف انو انت مستعد انو تترك اللي صار بالماضي وتخليه يعني بالماضي. انك تتركه بالماضي. لانو عندك ثري اوف سورت. ثري اوف سورت بترنز الى انو انت. يعني كنت كان فيه جرح عاطفي من هالشخص. انجرحت من هالشخص. الشخص هدع عليك. ولكن عم شوف انو انت مستعد تترك بعض الامور او بعض الملازعات الجدالات اللي صارت بينك وبين الشخص تتركها بالماضي. عم شوفك ايضا اللي عم تحاول اتوفق بين اه شيئين بحياتك. عم تحاول اتوفق بين ممكن شخصين. ممكن عم تحاول اتوفق بين العاطفة والعمل. لانو ممكن اذا برج القوس مش انت اللي بدك الارتباط. ممكن انت ممكن انت مركز على الوضع المادي كتير. او عم تفكر حاليا بكيف تتكون من نفسك من ناحية المادية اول. بالذات اذا مثلا رجل برج القوس رجل عم يتابع ممكن يكون غير مستعد الى الارتباط بعكس الشخص اللي عم تتعامل معه. ايضا بدي احكي بالابراج اللي ممكن عم تتعامل معها. ممكن تكون عم تتعامل مع ابراج مائية. ابراج ترابية. ابراج هوائية. بس بالاغلب في عندي اوراق اه مائية. فممكن. ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه كتير حساس او في كتير مي بالخارطة الفلكية تابعته. ايضا خلينا نشوف خطوات الشريك بالمستقبل او خطواته المستقبلية. هالشخص عم يبحث عن رفيق الدرب او عم يبحث عن شريك. يخلق معه اه رحلته في الحياة. عم شوفه مقبل او بده بداية عاطفية جديدة معك. عنده ايس اوف كوبس. فهالشخص عم وكوين اوف كوبس ايضا. هالشخص عم يطمح الى بداية جديدة معك. ايضا عم يشوف هالشخص بيرضى بالقليل. بمعنى انهم هو مش من النوع اللي متطلباته ممكن تكون كتيرا. مع انه للبعض منكم ممكن تفكر انه هو او ممكن تفكر انه هو متطلباته كتيرا او عم يطلب منك اشي كتيرا. ولكن هو عم شوف انه الاشي اللي كتير مركز عليه هو فقط اه شخص او رفيق درب يكون معه. لانه اغلب تفكيره تفكير عاطفي. طبعا عم شوف هالشخص بيهتم كتير بالمادة. ممكن يكون ايضا شخص روحاني اللي عم بتتعامل معه. عم شوفه اكتر اشي اللي يركز عليه ومهتم فيه. اللي هو طبيعة التواصل بينكم. ومدى التزامك مع هالشخص. ومشاعرك تجاه هالشخص. وحقيقة مشاعرك هالتجاه هالشخص. ايضا عم شوفه اه بالمستقبل بده بداية عفوية معك جديدة. انا عم شوف انه اه ممكن هو شخص كان في الماضي كتير جدي. او انت حسيت انه كان كتير جدي. انه ازا ما مشيته الامور متل ما هو بيريت. اه بيفركش الوضع او بيترك العلاقة. عم شوف انه هو بالمستقبل رح يحاول ينظر الى الامور بطريقة شوي ايجابية. مش ايجابية. شوي اكتر او مرنة اكتر. من ناحية نظرته للعلاقة بينكم. عم شوفه ايضا بالمستقبل هالشخص عم ينتظر يسمع منك خبر. لانه في عنده هالشخص عم يستنى رسالة منك. عم يستنى خبر منك. او عم يستنى بداية جديدة معك. عم شوف هو عم يتقدم من الناحية او رح يركز على وضعه العائلي او وضعه المانتي. ولكن في عقله الباطني لسه عم يستنى خبر او عم يستنى. ممكن انت وهو مش عم تتواصلوا نهائيا للبعض منكم. اللي مش عم تتواصلوا نهائيا. الشخص بده يعرف فقط انت شوي اخبارك يعني. شو التطورات اللي صارت معك. شو الجديد في حياتك. يعني بده بتطمد على وضعك. كيف هو مليح او او لا. عشان مثل هيك. فبالنسبة لتعقدكم المشتركة بالمستقبل. شو ممكن يصول? هل تتيش بال ايو? فالوضع بينكم بتطلب المولونة وايضا بتطلب انه تتقبل الشغل تتقبلوا بعض متل ما انتم عم شوف انه بتكون تكونوا اكتر المستقبل مارينين مع بعض. هذا بالنسبة لكرة النصيحة. اما اللي بيصير بالمستقبل بينكم جميع الكروت هاي كروت عاطفية. فالوضع بينكم عاطفيا رح يكون كتير ايجابي. في بداية جديدة من الناحية العاطفية رح تصير بينكم. رح يصير في بينكم كتير عالي. ايضا اغلب الكروت المائية اللي اجت لكم من الرقم الكبير او يعني. افضل من افضل كروت الحب لانه المشاعر بتكون مشاعر عميقة. الارتباط بس يكون على المدى البعيد. ايضا فيه رح يكون كتير من التعاطف بما انه الاوراق كتير مائية اجت. فرح يكون فيه اه كتير حساسية بينكم. كتير تعاطف بينكم. يعني حتى ازا صار فيه اغلاط او ازا صار فيه بينكم اه جدالات او مشاكل. عم شوف انه فيه مجال لمناقشة الامور بينكم. لحل الامور بينكم. وحتى يعني لوجود فرصة انه تشرح الوضع بينكم. فيه رح يصير بينكم عادل بالاخذ والعطى. انا انو عندك هون. فانت وغلوة رح توصلوا لمرحلة انه او تفهم. او تفهموا الاثنين انه يعني بدك تعطي على اد اه ما بتأخذ. او اشي مثل هيك. بالذات من الناحية العاطفية. ايضا امشوف انه ازا صار فيه بينكم جدال بالمستقبل او مشكلة بالمستقبل او اه اه او عدم تفاهم بالمستقبل. الطريقة اللي رح تحل فيها الوضع او رح تحل فيها النقاش رح تكون اه طريقة متشور او طريقة ناضجة. مش رح تكون فقط يعني رح تحكم على الشخص او رح تحكم على التواصل مباشرة. لا رح رح تتناقشوا مع بعض في الموضوع حتى توصلوا الى ناتج يفيد او تستفيدوا فيه الاثنين. بس من الناحية العاطفية عندكم اربع كروت مائية اجت لك من الكروت التوضيحية. فالوضع بينكم من الناحية العاطفية كتير ايجابي. ايضا عم شوف اه من الناحية المادية او من الناحية التوفيق بين العمل والعاطفة عم شوف انت رح تعتوا اهتمام اكتر للعلاقة بينكم. لانه عم تفكروا فيها اه للمدى البعيد. او بدك انت هو توصل العلاقة هاي الى المدى البعيد. او الى تن اوف كوبس. الى يعني انشاء اسرة او انشاء ارتباط جدي بينكم. اوكي حباي ببرج القوس. اتمنى القراءة تكون وحبيتوها. اذا حبيت الفيديو لا تنسوا تحط لي لايك وكومنت شار وسبسكايب. وتفعل جرس الانذار. حتى يوصل لك كل شديد. ان شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم. شكرا. اشتركوا في القناة.